الآن ينضم إلينا في بث حي ومباشر من حيفا المحامي زكي كمال الرئيس العام للكلية الأكاديمية العربية في حيفا أهلا ومرحبا بك أهلا وسأشكر لك ولمشاهدين المحامي زكي كمال كيف تحلل صورة المشهد الراهن انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي أولا لنضع النقاط على الحروف عمليا ما يجري في المشرع لدى المشرع الإسرائيلي الكنيسة من قبل هذه الحكومة التي في نظري ربما قد تهدم أكثر من أن تبني وخاصة بواسطة التشريعات التي هي عمليا على طاولة المشرع الإسرائيلي هي ليست تشريعات لتعديل النظام القضائي أو الوضع القضائي في إسرائيل وإنما هي تشريعات مرادها واحد تغيير جذري في نظام الحكم الإسرائيلي من ديمقراطية على الأقل عليها الكثير من المآخذ إلى إنعدام الديمقراطية كليا وحكم ديكتاتوري ديني متطرف لأن ما يحكم حكومة إسرائيل حاليا هم عمليا الخخاميين أو رجال الدين المتطرفين أو العنصريين اليهود في دولة إسرائيل وهذا عمليا ما أدى إلى هذه الانتفاضة الجماهيرية لدى الشعب اليهودي الذي قسم هذا المتظاهر عمليا يعتبر بأنه هو الذي بنى الدولة وهو الذي يريد أن يستمر في بنائها وعليه فعمليا ما يجري من تشريعات هو الهدف الأساسي من تغيير نظام الحكم كما قلت وخاصة بدأت هذه التشريعات بما سمي بحجة المعقولية ولكي نضع أمام المشاهد ما عمليا مضمون هذا المشروع القضائي القانوني الذي عمليا السنة في القراءة الأولى صباحا هذا اليوم لدى المشارع الإسرائيلي عمليا لا يوجد قانون يضع ما هي المعقولية وإنما نظام الحكم في إسرائيل القضائي منذ تأسيسها وخاصة بأن قضاتها كانوا في الأساس هم مثقفين من علماء في القضاء من أوروبا وأمريكا وعليه كانت الفكرة الديمقراطية وخاصة ما يتعلق في حقوق الإنسان وكرامته مبدأ أساسي لدى القضاء الإسرائيلي وإنما بعد 75 عام حتى ولنا كعرب مآخذ كثيرة على الجهاز القضائي ولكن على الأقل أسوأه أفضل مما هو عمليا يكون نتيجة التشريعات التي هي تغيير جذري لنظام الحكم فعليه من الواضح بأن ما يطلق عليه الديب ستيت في إسرائيل أو أجهزة الحكم الفعلية في دولة إسرائيل مثل المؤسسات العسكرية المؤسسات القضائية وأيضا الإعلام الإسرائيلي على جميع أجهزته الذي حاليا قسم كبير منه وأصبح يمين متطرف خاصة بعد أن بنته وقامته الحكومات اليمينية الإسرائيلية ليخدمها ويخدم تفكيرها فعمليا أجهزة التعليم العالي في إسرائيل حتى الآن معظم على الأقل الباحثين والعلماء الإسرائيليين يعتبرون بأن إسرائيل يجب أن تكون ديمقراطية فالخطر هو ليس في عسيان مدني فحسب وإنما هذه المظاهرات عمليا أوضحت لليهودي في إسرائيل وللعربي بأن هناك انقسام فكري مبدأ حكم نظامي في دولة إسرائيل بين قسمين اليهود الذين يؤمنون في صورة معينة لديمقراطية ورغم كونهم يؤمنون بأن الدولة يهودية ديمقراطية فقسم منهم يؤمن بأن الديمقراطية قبل اليهودية وهنا بين قوسين أقول هناك تناقض بين تسمية الدولة يهودية وديمقراطية لأن الدين لا ديمقراطية به ولا يمكن لأي دولة تبنى على أسس دينية أن تكون ديمقراطية أبدا وعليه فأنا أعتبر بأن دولة إسرائيل في طريق ربما ستكون حرب أهلية إن أجلا أم عجلا إذا لم تأخذ المحامي ذكي كمال يعني دعنا نبسط الأمور أكثر لك أن تشرح للمشاهدين ماذا نعني بحجة المعكولية التي جرت تصويت عليها على تعديل القانون بشأنها الليلة الماضية بعد ذلك سأسألك عن تأثير ذلك على إسرائيل وأمام العالم وتأثير ما يجري على أمن الدولة الآن حجة المعكولية شؤالك جدا واشع وربما فيه الكثير من الإجراء ولنبدأ في موضوع حجة المعكولية ما معنى حجة المعكولية القضاء الإسرائيلي يعتمد بأن القاضي حتى يصدر قراره يجب أن يأخذ بأن القرار موضوع وخصدا فيما يتعلق في القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية أي الوزراء المدراء العامون وأيضا الموظفون في كل وزارة وزارة وأيضا في السنوات الأخيرة أخذت محكمة العدل العليا أن تكون الحسيب والرقيب حتى على القرارات العسكرية وحتى على القرارات السياسية فالقضاء الإسرائيلي اتخذ نهج قضائي يسمى في المعكولية ما معنى المعكولية هل القرار نعم فالمعكولية القاضي يعتبر الرجل العاقل وهو الذي يستطيع أن يثمن ويخمن القرار الإداري الذي صدر من قبل أي مؤسسة تابعة للجهاز التنفيذي في دولة إسرائيل وهنا يجب أن نذكر بأن النظام الديمقراطي أصلا يعتمد على الفصل في السلطات هناك السلطة التشريعية هناك السلطة التنفيذية وهناك السلطة القضائية من المعروف في النظام الديمقراطي بأن السلطة التشريعية يجب أن تكون الحسيب على السلطة التنفيذية سيما والسلطة التشريعية تستطيع إلغاء أو عملية حجب الثقة عن الحكومة وانتخابات جديدة ولكن السلطة القضائية من المفروض أن تكون الحشيب والرقيب على السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن ما جرى صباح اليوم من تشريع هنا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد حذ أي إمكانية لرقابة السلطة القضائية وأيضا السلطة التشريعية فمعنى ذلك بأن جهاز الحكم التنفيذي في إسرائيل سيكون له صلاحية مطلقة في اتخاذ القرارات حتى التعسفية دون أن تستطيع المحاكم الإسرائيلية أن تلغي هذه القرارات وعلى شبيل المثال لنعطي المشاهد ليعرف عمليا ما قد يحدث بعد هذا التشريع فرئيس الحكومة الحالي يقرر بأن نجله البكر وخاصة العرب أطلقوا عليه أبو يئير في يئير سيصبح وزير الدفاع في إسرائيل لا توجد له مؤهلات وأكثر من ذلك معنى ذلك بأن هذا التعيين هو جزء لا يتجزأ من النبوتية لا يمكن لأب أن يعين ابنه وزيرا ولكن إذا صادقت الكنيسة على هذا التشريع إلغاء صلاحية المحكمة أن تقرر هل القرار هو معقول أو غير معقول فاسد أو صحيح فعندها حتى ابن رئيس الحكومة يستطيع أن يكون وزير دفاع وعلى سبيل المثال يقرر خوض معركة عسكرية لإحتلال ليس السلطة الفلسطينية أو الأراضي المحتلة عمليا والدخول إلىه وإنما حتى دخول السعودية فمحكمة العدل العليا أو المحاكم الإسرائيلية لا تستطيع أن تنتقد أو تلغي هذا القرار التعزف بتعيين شخصية غير ملائمة وعلى ضوء القربة والنبوتية على سبيع المثال فهذه إجراءات تشريعية لا يمكن أن يقبلها لا المنطق ولا المواطن العاقل وإنما هي عمليا هدم أركان نظام الحكم في إسرائيل وعمليا حتى رغم أن المحاكم والقضاء الإسرائيلي في السنوات الأخيرة على ضوء الهجمات اليمين والمتزمتين له أصبح هش في الكثير من الأمور ولكن في هذا الحال هذا التعديل قد يجعل الحكم في إسرائيل ليس بديمقراطي ولا بشبه ديمقراطي وهنا أقول أكثر من ذلك لا توجد دولة في العالم حتى في العالم الثالث والعالم الرابع والعالم المتخلف لا يوجد قانون يلغي صلاحية المحكمة أو القاضي أن يتخذ قراره ويعتبر هل القرار للسلطة التنفيذية هو معقول أو قانوني أو حقيقة يجب أن يكون إلا في دولة إسرائيل على ضوء التشريع الذي جرى صباحا هذا اليوم وأما فيما يتفضل بإمكانك أن تكمل الجملة التي أردت أن تقولها أنا أريد أن أقول بأن الموضوع الأساسي هو ليس تشريع ضد القضاء أو المس في القضاء التشريع هو عمليا يعني نقد وعمليا هدم جهاز نظام حكم كان على الأقل يعتبره الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيلية بأن نظام القضاء الإسرائيلي أو الجهاز القضاء الإسرائيلي يتبجحون بأنه هو عادل وهو يتمتع بحكمة اتجاه الإنسان وكرامته بغض النظر عن انتمائه الدين نعم نحن ننتظر الحديث وإكمال الموضوع عن حجة المعقولية التي تمت المصادقة عليها اليوم في الكنيسة هناك أسئلة أخرى سنوجهها للمحامي زكي كمال الآن المحامي زكي كمال كيف ترى الأمور بعد الأحداث العاصفة والصاخبة اليوم إلى أين تتجه الرياح في اعتقادي لا يمكن للمحتجين ولا يمكن للشريحة الكبيرة من الشعب اليهودي وخاصة الإشكيناز والذين جذورهم من أصول أوروبية أمريكية وهم عمليا يحكمون هذه البلاد فعليا فلا يمكن لهذه المجموعة أن تقبل بعمليا قلب المواجين للحكم في إسرائيل وإعطائها لثلة عمليا متطرفة متدينة عنصرية متزمتة فعليه في نظري لن تكتفي في هذه الاحتجاجات ربما هذه الاحتجاجات حتى الآن هي احتجاجات لطيفة لحد ما وأقول لطيفة لحد ما فعليه هناك تفاقم للاحتجاج وأنا في نظري سيكون تصعيد ولا أستبعد بتاتا أن تكون عمليا استدامات جسدية بين أطياف الشعب اليهودي في هذه البلاد وعليه الخطورة التي تكتمن في هذه التشريعات إذا استمرت وعليه أتصور بمعرفتي لرئيس الحكومة سنوات طويلة الحالي بن يمين نتنياهو سيستيقظ إن عاجلا أم آجلا ويقول كفى لأنه يستطيع أن يخرب البلاد إذا لم يضع حد هذه التشريعات الذي لا يقبلها أي إنسان يعتبر بأن الدولة يجب أن تسير بنظام موضوعي معقول حتى ولو فيه إشحاف ولكن يجب أن يكون له أسس على الأقل كرامة الإنسان وحريته وحقوقه ومعنى ذلك إذا استمرت هذه التشريعات إلى هذا الحد فأستبعد أن تكون هناك راحة أو إعادة الأمن والإعتمان في هذه الدولة إذا استمرت هذه التشريعات وخاصة أعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء الحديث المتلفز لسي أن إن لرئيس الجمهورية الأمريكية المتحدة جو بايدن الذي قال بصريح العبارة عمليا بأن حكومة إسرائيل هذه هي حكومة يجب نعم بالنسبة للتصريح بالنسبة للتصريح الأمريكي قال أن هذه الحكومة هي أكثر متطرفة بهذا المعنى الذي أرده الرئيس الأمريكي الآن نريد أن أسأل محمد زكي كمال ماذا بشأن المواطنين العرب الذين لا يتدخرون تقريبا بما يجري ولا يشاركون بهذه الاحتجاجات أولا في نظري هو خطأ من حيث المبدأ عدم تدخل المجتمع العربي وأيضا وضع النقاط على الحروف لهذه الأوضاع لأننا جزء لا يتجزأ من هذه الدولة وخاصة بأن هذه التشريعات المزمع تشريعها للحكومة الإسرائيلية أول الذين يتضررون وعمليا المتضررون الرئيسيون في هذه الحقبة التاريخية من هذه الدولة هم العرب وأتوقع إن آجلا أم آجلا بأن المجتمع العربي رغم إحباطه على ضوء الانتخابات الأخيرة التي عمليا هي التي أوصلت دولة إسرائيل هذه الحكومة ولو كان المجتمع العربي على المستوى السياسي الرفيع لما كانت هذه الحكومة تكون حاكمة في هذه الحقبة لأن المجتمع العربي لو قام باستعمال حقه بالانتخاب في الانتخابات الأخيرة وأفرز الناخب العربي أن يكون في الكنيسة الإسرائيلي 20 أو 15 نائب عربي لما كانت هذه الحكومة على قيد الحياة هنا أبدا ولا حتى أن وصلت إلى الحكم ولكن المجتمع العربي وقياداته يجب أن تقوم بعادة النظر في سياستها التي هي عمليا قد تدمر المجتمع العربي إذا لم تكن سياسة حكيمة منطقية واعية ونحن نتحدث عن المعقولية فالمجتمع العربي بحاجة إلى معقولية وبحاجة إلى دراسة أوضاعه بصورة موضوعية مع بناء استراتيجية ويجب أن تكون له مؤسسات على مستوى رفيع وليس احتكار لمنظومات معينة تحكم العرب منذ سنوات وربما تتنقل من مكان إلى مكان حان الوقت للمجتمع العربي أن يستيقظ حان للمجتمع العربي أن يفكر بأن هذه البلاد إذا لم يضع النقاط على الحروف قد يكون هو الخاسر الوحيد أكثر من المجتمع اليهودي لأن المجتمع اليهودي يستطيع إذا هناك كانت أزمة أزمة عمليا سياسية أو أزمة عسكرية أو وضع عسكري معين يتحد المجتمع العربي لأسف الشديد لا يتحد حتى إذا كانت أوضاعه فاسدة وحتى لو كانت أوضاعه بل بالعكس المجتمع العربي من يكون له قيادة حسنة ويكون أيضا مرتفع فكريا وعقليا يأخذوه إلى الوراء بدلا أن يدفعوه إلى الأمام عكس المجتمع اليهودي هذه المظاهرات يقودها أفراد وقيادات هي عملية من الديب ستيت من الذين يحكمون إسرائيل ولكن بتواوين مع شرائح عديدة جدا القيادات العربية لا تريد انضمام شرائح بناءة لقياداتها وهذا الخطر فمن يجب أن يعيد النظر ليس فقط الشعب اليهودي في نظام الحكم الإسرائيلي وإنما المجتمع العربي يجب أن يعيد النظر حتى في مكانته وفي مجتمعه وأيضا في سياسته وأيضا أن يبني هذا المجتمع على أسس رائعة كمب الحري بأن المجتمع العربي لديه طاقات علمية فكرية قيادية حكيمة وبغض النظر عن العنف الذي هو آفة أيضا المجتمع العربي إذا اتحد وأخذ موقف صلب اتجاه حتى هذا العنف يستطيع أن ينقذ هذا المجتمع من هذا العنف المستشري وحدتنا قوتنا ولأسف الشديد المجتمع العربي لا يريد أن يكون موحد تماما كما هو في العالم العربي وتماما كما هو في الشعب الفلسطيني لأسف الشديد نحن في حوام لا نريد أن نخرج منه رغم بأن هناك الكثير من الإمكانيات للخروج إذا وضعنا سياسة حكيمة ودون الأخذ بالاعتبار لمن هو المسؤول ومن هو يجب إلغاء مسؤوليته بل لنتحد من أجل فكر كيف نبني دولنا العربية وكيف نبني مجتمعنا العربي وخاصة في إسرائيل لأننا بحاجة إلى قيادة حكيمة وبحاجة إلى قيادة صلبة هي التي تقود المجتمع وليس المجتمع يقود هذه القيادات المحامي الزكي كمال هناك من يقول أن نتنياهو قد يسعى إلى تخفيف حدة التغيير في حجة المعقولية بعد المصادقة عليها الليلة الماضية هل يغير هذا من شيء؟ أستاذ أريد أن أقول لك بشكل قاطع حتى أعود إلى المحادثات التي جرت عند رئيش الدولة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الإتلاف حول صقل بين قوسين تشريعات تكون أقل خطورة من التشريعات التي مزمع تشريعها فأنا قلت في وسائل الإعلام لأسف شديد رئيس دولة إسرائيل إنسان رائع وأنا شخصيا أعرف سنوات طويلة لأسف شديد لم يقرأ الخارطة السياسية لليمين المتطرف المتزمت اليهودي العنصري الذي يحكم حاليا إسرائيل بحجة بأن لديه أغلبية في البرلمان وفي أنظمة الحكم الديمقراطية الأغلبية العددية لا يمكن أن تكون هي الحاكم المطلق دون الأخذ بالاعتبار لحقوق الأغقلية ولكن يظهر هذه الحكومة هي شرسة جدا لحد لا تعتبر لا رئيس دولة ولا تعتبر معارضة وإنما هي سائرة فعلي أقول بأن هذه التشريعات هي تشريعات قاسية جدا حتى ولو وضعناها في سقل معين لا يمكن إلغاء المضمون الأساسي المضمون الأساسي لهذه التشريعات هو تغيير نظام الحكم في إسرائيل والحكم في إسرائيل بدأت حكومات اليمين بتغيير نعم نحن ننتظر الإجابة على هذا السؤال لأن هناك سؤال أخير بالنسبة للمحامي زكي كمال نريد أن نسمع منه أيضا رأيه بالنسبة ما يجري مع المستشارة القضائية للحكومة التي تتعرض لهجوم من أعضاء الاعتلاف الحكومي والوزراء لكنها كما يظهر أنها لا تنوي الاستقالة بداتا ماذا تقول بذلك المحامي زكي كمال أولا أريد أن أذكر المواطنين والمشاهدين عن طريق تلفاز هلا الذي أحترمه جدا أقول بأن عمليا ما جرى للمستشارة القضائية في حكومة إسرائيل مساء أمس عمليا هو عبارة عن محكمة ميدانية لشخصية تتمتع بحكم موقعها كمستشارة قضائية بصلاحيات واسعة جدا هذه الحكومة تريد تقليصها وربما عدمها أو انعدامها ويجب أن نذكر بأن منصب المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل هو من أهم أحا المناصب التي عمليا موجودة في دولة إسرائيل وربما منصب المستشارة القضائية أهم بكثير من رئيس حكومة في إسرائيل سيما وله صلاحيات أولا بأنه يستطيع أن يقدم تقاريره للحكومة حتى ضد سياستها وعلى الحكومة الإنصياع لتقارير المستشارة القضائية المستشارة القضائية تتمتع بمنصبين هي المدعية العامة في القضايا الجنائية وأيضا في القضايا المدنية المستشارة القضائية هي المستشارة لكل وزراء إسرائيل والمؤسسات العامة حتى الجامعات فهي عمليا منصبها ليس بمنصب عادي وليس بالصدفة بأن منصبها مدته سبعة سنوات لا يمكن تمديد هذه الفترة لأسباب موضوعية لأن الصلاحية هذه للمستشار القضائي لها قوة كبيرة جدا فهي باستطاعتها وربما هنا أقول لو كان موقف المستشار القضائي السابق ماند البليت عندما قدمت الالتماشات ضد إعطاء رئيس الحكومة الحالي إمكانية أصلا تركيب الحكومة وتأليفها على ضوء الجنايات التي عمليا ما هي حاليا لدى المحكمة المركزية في القدس لدى الشارع صلاح الدين فلو المستشار القضائي وقف في حين المستشار القضائي وقال بصريح العبارة بأن رئيس حكومة لا يمكن أن يكون في دولة إسرائيل عندما تكون هناك ملفات جنائية وتهم مرفوعة لدى المحكمة ربما رئيس الحكومة الحالي لم يكون رئيسا للحكومة معنى ذلك بأن المستشار القضائي في نظري هي في موقف حرش جدا ولكن هي قوية العقل وقوية البنية حتى الآن وفي نظري تتمتع حاليا بتأييد من القضاء الإسرائيلي وخاصة محكمة العدل العليا بتأييد من المعارضة وبتأييد من الشرائح الكبيرة الهامة في دولة إسرائيل التي تحكم فعليا دولة إسرائيل فعليه لن تستقيل وإذا استقالت في نظري سيكون آخر إسفين في عرش حكومة اليمين المتطرف العنصري في دولة إسرائيل إذا أقالتها هذه الحكومة عندها ستكون في نظري انتفاضة للشعب اليهودي أكثر بكثير من الانتفاضة التي جرت عندما أقال رئيس الوزراء وزير الأمن قلنت قبل أقل من شهر أو شهرين فمعنى ذلك بأن منصب المستشار القضائي يجب أن يستمر مثل حاله لأنها حاليا السياج في عدم وجود ديكتاتورية عابثة في إسرائيل شكرا لك المحامي زكي كمال الرئيس العام للكلية العربية في حيفا شكرا لك كنت معنا من حيفا شكرا شكرا أستاذ وإلى اللقاء دائما أعزائي المشاهدين نتوقف الآن مع فاصل ألاني ثم نعود ونتابع ابقوا معنا شكرا شكرا